الزملاء والزميلات السلام عليكم ورحمة الله استشارة النهاردة عن أخش محاسبة ولا إدارة أعمال زملاء أحد الزملاء هو سألني السؤال ده فدخلت عن نتليتين هو سؤال المتكرر ده السؤال ده متكرر كثير وإمكان أحطرت فينا ما كنت أيام ما كنت في الجمع بس لما تخرجت لاتين الموضوع مش فارغ يعني محد يسألني تخريج إدارة أعمال ولا خريج محاسبة أنا خريج محاسبة النقطة المهمة اللي عايزة أقولها لك أخرج من الكلية شوف اللي يخرجك بتأدير عالي تأدير العالي بيلازمك التأدير التخرج بيلازمك لغاية النهاية بتاع عايز تعمل دراسات حتى الشغل في بعض الشركات بتطلب تأدير معاقلية بتوفى ما تقوليش أنا معاكنية طبعا مش أساس ولكن القاعدة بيبعين دماغك عاملة إزاي وتعيب تأدي إيه وفهم تأدي في السناءات فيه ناس بتي عندها ظروف النمو القاعدة إن انت كل ما بتذكر أكتر وبتحصل أكتر بيتأديرك عالي بتقدر تفهم أكتر فاللي عايزة أقوله إزاي تخرج من الجامعة بتأدير عالي لأن انت لو ما كملتش المحاسبة هذة هي هي الإدارة يبقى لازم بعد بعد ونتخلص كلية التجارة لازم تشوف بعدها بتعمل إيه لازم يكون وعرك شهادات مهنية أو بتخلص في ماجستير أو بتخلص في دكتوراه لازم يكون لك تكملة أنا ما شوفتش حد خريج تجارة واكتفى بتجارة ووصل للمناصب عالية أو بقى ليه وضعه في مجال المحاسبة فأنت ما تشغلش بالك كتير محاسبة والإدارة الفرق بسيط أما حاجة إن انت إزاي تخرج من الجامعة ويكون معاك تأدير لو أنت حتلاقي نفسك في الإدارة هتقدر تجيب تأدير امتياز مثلا لو أنت دخلت محاسبة لأ حيبقى جيد أو جيد جدا لأ خش إدارة أعمال الفرق بين المحاسبة والإدارة مش كبير وإنت بعد كده بتدرس ولازم تكمل وتلاقي نفسك بتعيد تاني اللي أنت درسته وبتكمل عليه تاني فالسؤال ده أنا بجيب بجاوب به على أحد الزملاء ولعله قد أفدته بهذه الإجابة نلتقي في حلقة قديمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة